صباح الخير شونكم متابعيني رمضان مبارك علينا وعليكم اليوم رح نسوي فطور ثالث يوم رمضان ان شاء الله يأجبكم الفيديو خليكم ويانا للاخير رح أبدو اياكم الفيديو نسوي حلاوة التمر عندي هذا التمر منزوع النوى هذا التمر كل الزين وهذا الشكله بعد ما انفتحته يصير لين ومقوي وما بأي نوى هذا اني استخدمه بالاكلية واستخدمه بالحلاوة هنا خليت طاوى على الطباخ وخليت بيها دهن او زبد الشي اللي يعجبكم او الشي اللي متوفر اتكم رح أخلي الدهن الى ان يموع رح أخلي هنا ثلاث خواشيق طحين استخدم لهاي الكمية من التمر ثلاث خواشيق طحين احمسة كل الزين للطحين الى ان يتغير اللونه ويصير اللونه اشقر اهنا عدنا تغير الطحين ويصير بهذا اللون اهنا رح ابدأ اخلي التمر ورح ابدأ اقلب بي الى ان يندمج التمر ويا الطحين اهنا عندي صار التمر جاهز دمجته تقريبا كامل ويا الطحين اهنا اللي يعجبكم اي منكيهات تخلوله بس اني اهنا احب اخلي بس الهيل الهيل ينطي طعم طيب او تحبون سمسم طبعا كمية الهيل حسب ما انتو يعجبكم او اذا يعجبكم وتخلون سمسم اهنا رح اخبط كل الزين واطفي النار وصار جاهز بهذا الشكل اهنا انتظرت الى ان شوية برد ورح ابدأ عجنة بايدي الى ان يتكون عندي مثل العجينة صار عندي جاهز بهذا الشكل سووا بالاشكال اللي تعجبكم بس اني احب دائما اسوي بهذا الشكل سووا بالحجم اللي تريدوا بس هذا الحجم يكون مناسب وحشوا بالجوز او سمسم او تخلون علي سمسم بس اني احب اخلي علي جوز بهذا الشكل يكون شكلها مرتب وحلو واهنا صارت عندي الكمية جاهزة وصارت عندي بهذا الشكل مرتبة اهنا رح اسوي الكريم كراميل قبل لا ابدأ بالفطور احتاج الكريم كراميل اربع بيضات رح اخبطهن كل الزين اني ما احب استخدم الكريم كراميل الجاهز احب اسويه بالبيت واهنا رح اخلينا نصف كوب شكر اخبط كل الزين الى ان يموع الشكر اخلي لضرب بانيلا على موضة تروح زفرة البيض اهنا كوب حليب فودر طبعا هاي المقادير ثابتة ويطلع اتكم الكريم كراميل كلش طيب وقوامه كل الزين وبنفس الكوب اللي قصد بيه المكونات كلها رح اخلي كوب مي استخدموا قياس واحد او يعني كوب واحد نفس القياس احنا خليت كوب مي ورح اخبطه كل الزين وهنا صار عندي الكراميل جاهز احنا رح اخلي خاشو قت هيل او نص خاشو قت هيل انا احب طعم الهيل بالكرين كراميل هاي الاضافة اختيارية اذا ما يأجبكم خلو بس فانيلا اهنا رح اجيب تبسي صغير او طاوة صغيرة رح اخلي بيها كوب شكر ورح اخليها على الطباخ اهنا بدأ عندي الشكر يذوب ورح احركه شوية الى ان يذوب تماما طبعا هذا الكرين كراميل بدون فرن هزا رح اخلي اعلمكم طريقة شون اسويه بدون فرن اهنا صار عندي جاهز اهنا رح اجيب تبسي واخلي بيه شوية مي واخلي هذا التبسي الثاني بداخله واضيف الكراميل عليه وقبغى واخليه على عين متوسطة لمدة نص ساعة هذا ما يحتاج فرن للي معدهم فرن بالبيت ورا نص ساعة صار هذا الشكل جاهز تقدرون تخلون بالثلاجة الى ان يبرد وينأكل بألف عافية صار جاهز اهنا خليت على الطبخ حبية انا منقعتها ليلة كاملة ورح اخليها على الطبخ انا مود اسويها هريسة واهنا سوي الدجاج رح اسلقه واخليت لورق غار انا مود تروح الزفر البي اهنا طبعا مية الحبية انا اخلي لحم وشحم انا مود ينطيها طعم كلش طيب اهنا رح اشيل الزفر اهنا رح ابدأ اسوي البرياني خليتي بجدرية بصل شوية ثرمت ينطيها طعم كلش طيب وخليتي شوية ثوم بعد ان حمس البصل قليل رح اخلي شوية ثوم ينطي للبرياني طعم كلش طيب اهنا طبعا داب داقل البوتيتل البرياني اهنا بعد ان يحمس البصل والثوم رح اضيف الشعرية واخمسها وياها السوى بنفس الجدرية اسوي كل مكونات البرياني يعني ما احمس الشعرية على صفحة احمسها بنفس الجدرية الى ان يتغير لون الشعرية واضيف التمن اللي اني لقعته اهنا طبعا اسفة مطلع بالتصوير امن حطيت التمن هو والمي مالته انا مجي انطبخ اهنا اجيت خليتي البهارات خليتي شوية كركم وشوية هيل وشوية بهارات برياني ودارسين اكيد وقرنفل وشوية نومي باصرة بعدين رح اخلي البوتيتل اللي اني قليتها واخلي بازاليا وجزر واخبطها كل زين واخلي يتهده اهنا رح ابدأ اسوي بالعصاير واللبن اهنا عندي رح ابدأ اسوي باللبن حطيت لبن وحطيت نعنى طبعا النعنى عين طلي اللبن طعم كلش طيب ورح اخلينا مي وملح واخلطه كل الزين بالخلاط اللبن بالفطور ضروري خصوصا اذا كان بارد طبعا رح ادشن هذا الترمز اللي شفته بمشتريات رمضان خليت بيه اللبن وهذا كان شكله اهنا خليت مي ورح اخلي بيمته واخلي شكر واخبطه ورح اخلي ورا ما اخلصه بالثلاجة على مودي ابرد شوية خلو نسبة الشكر اللي انتو تحبوها بس اني رح اخبط وبعدين ورا الفطور رح اضوغه اذا يحتاج لشكر رح اخلي لبعد وهنا صار عندنا القيمته جاهز احنا رح اسوي الجزر والبرتقال اللي فرسته اني وياكم في فيديو التفريزات اهنا طبعا مثل ما تتشوفون جامد وخليت علي مي اذا يعجبكم تخلون بشكر او تحبون الحلاة مالتة طبيعية اهنا رح اخلطه كل الزين طبعا انا ما صفي لان الخلاط مالتي ما شاء الله كل الزين يهرسه للجزر والبرتقال فما يحتاج اصفي انتو اذا تحبو صفو اهنا رح ابدأ ارس بالهريسة رح ابدأ اخبطها كل الزين على مودي تصير عندي جاهزة طبعا انا مي استلق مالتها خليت لها شوية مي وصارت عندي جاهزة بهذا الشكل اهنا بديت اقلي بالدجاج واهنا تكون صفرتنا جاهزة طبعا الهريسة خليت عليها شكر ودارسين وحرقة دهن وخليت عليها واهنا صارت الصفرة مالتنا جاهزة شكرا لكم وشكرا للمتابعة ان شاء الله تكونوا انحبيتوا الفيديو مع السلامة اشتركوا في القناة